اهلا بحضراتكم من جديد والجزء الاخير من برنامج الترند وما زالت تعادل السلبي بين فريقي بوتفوجو البرازيلي امام باتشوكا المكسيكي المباراة المقامة الان على ملعب 9.74 في قطر والفائز سيواجه الاهلي يوم السبت المقبل المباراة ما زالت تعادل سلبي يا دكتور احمد ولو هسألك عن فريق بوتفوجو اللي المفهود دلوقتي يكون المفهود يكون متقدم ولكن انا شايف المباراة حسب مجريات المعلومات اللي عندنا دلوقتي انها 50.50 ويمكن باتشوكا ضغط اكتر عنده محاولات اكتر يمكن اول 24 دقيقة باتشوكا ست محاولات على المرمى بوتفوجو محاولة واحدة بس بوتفوجو استحوازو اكتر 53% في اول نصف ساعة مقابل 47% لباتشوكا المكسيك طب تريد لعبي بوتفوجو وتشكلاتهم انت شايفها ازاي ولو ما حضر حاجة وهل ممكن تكون مختلفة عن اللي بيحصل دلوقتي هو عنده اربع لعيبة مريحهم النهاردة اه الكس تيليس وفراتس وسافارينو رقم 10 وتيجو رقم 23 لو نستعرض التشكيل هو دايما بيلعب بال4-2-3-1 تشكيل بوتفوجو البرازيل او معه او المدرب ارتور جورج طبعا البرتغالي بيلعب بال4-2-3-1 جون فيكتور في حراسة المرمى الاثنين المساكين ايدرلسون والكساندر باربوزا رقم 20 الباك اليمين فيتنهو ويبديله ماتيو بونتي هو اللي ممكن يبدأ لو كسبوا يعني قدامنا هيبدأ ماتيو بونتي وآلكس تيليس اللي هو مش بيلعب النهاردة اللي هو مريح البرازيلي اه والاتنين اللي في النص جريجوري ومارلون مارلون ده مريح الكابتن برضه عنده 29 سنة بدأ مكانه النهاردة قلن عنده 33 سنة التلاتة اللي قدام اللي هم تحت رأس الحرب دول ما بيغيرش فيهم خالص النهاردة مغير منهم اتنين إجهاد بقى ضغط المتشاط والسفر يعني لويس هنريكي ده لواحد أحسن لعيب في الدور البرازيلي وهدف الفرقة ومعانا ليه صحيحة نعرضها دلوقت ده انتقل ب47 مليون يورو لعيب ممايز جدا وجيفيرسون اللي هو الفينزويلي ده صنع ألعاب ممايز جدا ده برضه مش بادئ النهاردة وتيجو الماضى ده بيلعب في منتخب الأرجنتين يعني فيه ثلاثة فيه الاربع اللي قدام دول دول دوليين وإيجور خيسوس دمهاجي منتخب البرازيلي الأول الأول يعني الاربع اللي قدام دوليين لويس هنريكي في وإيجور خيسوس الاتنين دول في منتخب البرازيل جيفيرسون في منتخب منزويلا وتيجو ألماضى في منتخب الأرجنتين هات الصورة اللي بعدها دايما هو في بناء الهجمة بيحولها بيلعب بتلاتة وراء الفريق البرازيلي ده يعني هي على الوراء 4-2-3-1 بس بتتحول ليه 3-4-3 من خلال ان الجريجوري اللي هو اللعاب الارتكاز اللي في وسط الملعب بيرجع كثالة وراء معاهم ومرلون اللي هو اللي في وسط الملعب بيتحول بيبقوا 3-4-3 يعني طريقة اللعب أثناء وكورة معاهم بيبقوا 3 يعني شوف بقى بيهجم بكم واحد 1-2-3-4-5-6-7 العيبة فالفرقة بتبقى زي ما شفنا كده الضغط من شوية لما جبنا حالات الضغط بتلاقي الفرقة 7 العيبة قدام و3 وراء بس لو عرفت تعمل هجمات مرتدة كويسة منظمة في ظهر الاتنين الظاهرين تقدر تضربهم بشكل كويس معانا برضو هات الصور الباية اللي هي بتاعت الدوري البرازيلي هتلاقيهم عندهم عاملين إحصائيات كويسة ده مثلا بوتافوجو صفحة 4-3-3 منزل ان بوتافوجو تالت نادي في التاريخ يجمع ما بين السيرياء الدوري البرازيلي والكوباليبرتادوريس في نفس السنة يحقق السنية ديت في لامينجو 2019 سانتوس عملها مرتين 62 و 63 ايه ما كان سانتوس بقى اه طيب اللي بعد كده برضو فيه معانا اللي هو لويس هنريكي هات الصورة بتاعة ده لويس هنريكي ده الخطير رقم 7 ده على فكرة بيلعب النهاردة في الماتش ده اللي هو انت كنت دستا تتكلم عليه اللي هو رقم 23 حقق اللقب اخد احسن لاعب واحسن مهاجم الجواز على الارض دي اللي هي اخد احسن لاعب واحسن مهاجم وجاب سبع تجوان في الدور البرازيلي وتلاتة أسست وانضم المنتخب البرازيل في المباراتين الاخرين في تصفية كسا العالم طيب باتشوكا عندهم لاعب فنزلو لاعب مغربي باتشوكا عندهم اه عندهم لاعب مغربي اسمه لويس ادريسي يمكن اقول لحداك عليه يمكن طبعا ده من اللعب المميزة اسامة الادريسي رقم 11 ده لاعب مغربي وفيه يعني ايه اتنين من فنزولا بيقابلوا بعض في المطش ده النهاردة بوتافوجو عندهم جيفيرسون اللي هو رقم 10 ده قاعد عددك النهاردة وهو صنع العاب الأساسي فيه فرقة بوتافوجو طيب اما سالمون رندن اللي هو المهاجم بتاع باتشوكا ده الكابتن واحد من المهاجمين الكويسين جدا اتنين من فنزولا بيلعبوا بعض فالاهل ما لعبش مع الفرق المكسيكية كتير يمكن لايه مع باتشوكا قبل كده في اليابان مباراة كنا فاكرنا هو تلعبت في الظروف كانت صعبة جدا نرجة حرارة وبدر قوي وكلام كتير لكن أمام الفرق البرازيلية اللي عنده سجل كبير من المطشوات الفرق البرازيلية عنده سجل بس المشكلة ان احنا مكسبنش جرماتش واحد وكان بركلات الترجيح على بالمراس على بالمراس ده السجل بتاع النادي الأهلي يمكن لو استعرضنا حتى السجل هتلاقي النادي الأهلي الأول سنة 2006 النادي الأهلي خسر قدام انترنشونال 2-1 ده كان في نص نهاية كاس العالم دي أول مواجهة المواجهة التانية كانت قدام كورينسيانز خسرنا 1-0 بعد كده 2020 بص بقى في آخر 4 سنين بدنا نقابل الفرق البرازيلية كتير بص النادي الأهلي بيحطك فين قدام الفرق البرازيلية طبعا أول انتصار كان 2020 لما كسبنا بالمراس اتحدلنا معهم 0-0 وكسبناهم بركلات الترجيح بالتصاد الشهير بتاع محمد الشيناو سريعنا دكتور 2021 قابلنا بالمراس خسرنا 2-0 2023 خسرنا من فلمينجو 4-2 السنة اللي فاتت خسرنا من فلمونينزي 2-1 وأبرز المواجهات بين الأهلي مع الفرق المكسيكية 2006 البرونزية لما الأهلي كسب كلب أمريكا بهدفين مقابل هدف والهدف الشهير من ضربة سابتة لمحمد أبو تريكا يعني العملية قريبة جدا ما بين المكسيك أو حتى البرازيل إن شاء الله الأهلي يكون موفق بإسنان البرازيل مهارة أكتر حرفانة أكتر لعيب عندهم خبرات ودوليين أكتر المكسيك عندهم الكوة البدنية أكتر أنا بتكلم عن الإحصائيات كأهلي خد برونزية من فري مكسيكي آه خسر من باشوكا لكن على مدارة الفرق البرازيل أهلي مكسبش غير مبارا واحد وخدنا برونزية من فري برازيلي بالزبط بالمراسكة بركلاتي جزاة في قطر آه فإن شاء الله يكون وش الخير علينا يا رب إن شاء الله سواء كده أو كده يعني إن شاء الله بإزد الله